يقول الله لجبريل الامين يا جبريل ما جزاء عبدي اذا اخشت منه عينيه اي اذا فقد القصر قال جبريل والله اعلم قال الله اذا فقد عبدي قصره لم اجب له جزاء الا النظر الى وجهي والجوار في دور رحمته يعير الاعداء والعيب فيهم وليس بعيب ان يقال ضرير اذا يفسر المرء المروة والوفا فان عمى العينين ليس يضير رأيت العمى اجرا وذخرا وعصمة واني الى تلك الثلاث فقير يا معاشر السادة الاعزاء وهنا علي جباب الجواب عن السؤال السابق كي مسى الشيطان ايوب بنصب وعذاب نصب تعب النخساني وعذاب جثماني ترتب على التعب النخساني كان ابليس يوسوس من بعيد لايوب كما وسوس لادم من بعيد ويقول له يا ايوب لو كنت نبيا حقا اكان ربك يبتليك بهذا البلاء لا اله الا الله ابليس ومداخل ابليس يرسل ذكذبات على موجات الاتير وموجات ابليس عاملك طويلها وقصيرها ومتوسطها يا ايوب لو كنت نبيا حقا اكان يبتليك بهذه الانواع كلها من البلاء اتدرون ماذا كان ايوب يقول لابليس الشامي الحاقب الحاسب العدو المضل المبين اتدرون ماذا كان ايوب يقول لابليس والله يا ابليس لو علمت النعمة التي انعم الله بها علي لحسستني عليها اتدرون ما هذه النعمة انها المملكة التي لخصها سيد الانبياء والمرسلين محمد ان هذه النعمة هي المملكة ذات القوائم الرفيعة التي تكاد تناطح السحابة وتزاحم الشمس في الجناء انها المملكة العالية الرفيعة التي قال فيها سيد الانبياء والمرسلين وارض بما قسم الله لك تكون اغنمناك مملكة الرضا وامام الرضا تغون الدنيا وامام الرضا تزول الجباد وامام الرضا يطمئن القلب وامام الرضا تخشع النقص وامام الرضا ترتفع الروس وامام الرضا تعز النقص وامام الرضا يمد الانسان يده فيمسك بالسماء لو يعلم ابليس ما انا فيه من سعادك لحسدني عليها اذا تمس الشيطان لايوبا لم يكن مستا بيد ولا برجل انما كان مستا بالوساوس وكفى بها مصيبة فان المساء الوساوس الابليسية ان الوساوس الشيطانية تمتد موجاتها فتفتضم بساحات العقل فتحدث في العقل ذبذبة لو لم يكن هناك ايمان بالله واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم فماذا قال ايوه وقتها حتى لا يشمط الشيطان فيه لا دوء الله وقال ما استني اضطر انت رحم الراحمين فماذا قال له الله معاشر السادة الاعزاء والان على جناح الصرعة ينتقل بحضراتكم الى المستشفى الايوبي الاسلامي نحن الان في عنبر من عنابر هذا المستشفى واجد نبي الله ايوبا رافعا يديه الى السماء يقول لربه في ادب وخشوع وخضوع وقنوط ما الثاني الضر وانت ارحم الراحمين اسمعوا الى هذه الدعوة ما الثاني الضر وانت ارحم الراحمين لم يقل له ما الثاني الضر فاشفني استحى ان يقل الله شيئا لم يقل له طال بي الزمان وباق الصدر وتحشرجت الانفاس في الحلوق اهذه معاملة تهامل بها احد انبيائك كلا انما بكل ادب بكل ادب جم وبكل خلق رفيع ما الثاني الضرر وانت ارحم الراحمين فماذا كان الجواب انه طلب الشفاء من قيادة عليا امرها بالكاف والنور لم يقل له مولانا يحول الى فنسلط او الى مستشفى المعادي ولم يقل له مولانا يستخرج له جواز صفر ليقضي مدة العلاد في انقلفرا انما قال مولانا فاشتجبنا له فكسبنا ما به من قر لا اله الا الله وحد الله يا مسلم وحد من لا يغفل ولا ولا فاستجبنا له فكسبنا استجبنا فكسبنا الفاء والفاء ما الثاني الضرر انت ارحم الراحمين فاستجبنا لم يقل ثم استجبنا ولم يقل واستجبنا انما قال فاستجبنا الفاء للترتيب والتعقيد والواه لمطلق الجمع وثم للترتيب والتراخي الواه تعطف على المعطوف عليه الاول وثم والفاء تعطفان على ما قبلهما مباشرة استجبنا فكشفنا فاء وفاء فاستجبنا فكشفنا لان الله ليس في حاجة الى اطباء يعالجون اياما فان الله هو الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت فهو يشقي. هو هو وهو الذي خلقني فهو يهديني والذي يروع يطعمني ويسقيه واذا مرضت فهو يشفيه هو والذي يميتني ثم يحييني والذي اطمع ان يغفر لخصيات يوم الدين فاستجبنا له فكشفنا ما به من مرض من فقد مال من فقد اولاد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة